إلغاء تفعيل إبقاء الدردشة مؤرشفة على حسابك الخاص واتساب اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الأعلى هنا نقوم بالضغط على ثلاث نقاط ثم سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل نأتي إلى الأسفل نقوم بالضغط على الإعدادات وبعدها سوف يأخذنا إلى نافذة للإعدادات الخاصة بنا في هذه النافذة هنا نأتي إلى الضردشات نقوم بالضغط عليها وبعدها سوف يأخذنا إلى نافذات الضردشات الخاصة نأتي إلى الأسفل نقوم بإلغاء تفعيل إبقاء الضردشات المؤرشفة نقوم بإلغاء تفعيلها من خلال الضغط على الأعلام الخضراء وهنا أصبحت باللون الأبيض يعني تم إلغاء تفعيل هذه الميزة على السابق الخاص واتساب إبقاء الضردشات المؤرشفة يعني ستبقى الضردشات المؤرشفة عندما يعني لن تبقى الدردشة مأرشفها عندما تتلقى رسائل جديدة وننكون قد انتهى لا تنسى والشراك وضع تلزل لايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله